حضراتكو النهاردة في جريدة الاهرام صفحة اولى في خبر بيقول انه فيه سبعين مليون دولار هيشتروا بيها خمسة وستين الف طن سولار حضراتكو عارفين انه الاحتياطي النقد في مصر عمال يقل ووصل الى خمستاشر واحد من عشرة مليار دولار المفاجأة اللي انا عرفتها النهاردة من ضيفي ان النقد ده مش مجرد سيولة يعني الخمستاشر واحد من عشرة مليار دولار دولار على فكرة مش فلوس بس نصها دهب يعني احنا عندنا حوالي سبعة او تمانية مليار كاش ده في الاحتياطي حضراتكو عارفين وشايفين طبعا ازمة البنزين والسولار هي طبعا قلت بكتير جدا في محافظة القاهرة لكن ما زالت موجودة في عدة محافظات في مصر حوالين هذا الموضوع معايا خبير في هذا المجال وهو الدكتور مهندس حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سبع الخير فانا اهلا وسهلا بك وسهلا مشاهدين بما ان احنا عارفين وبقالنا الاف السنين عارفين ان احنا احتياجنا كذا للسولار واحتياجنا كذا للبنزين ليه حضرتك دايما بيجي لنا ازمة سولار وبنزين يعني واحدك طبعا الاعداد او التخطيط للمستقبل ده وضع طبيعي اي جهة في الدنيا لازم تخطط للمساها حتى احنا في حياتنا العادية بنخطط للمساها نقول احنا بكرة عندنا كذا الاسبوع الجاية عندنا كذا الشهر الجاية عندنا كذا بنتوقع بناء على المعلومات اللي عندنا والاحتياجات اللي موجودة وبناء عليه بنحط خطة المفروض انها تافي بهذه الاحتياجات الواضح طبعا ان يعني هيئة العامة للبترول عندها خطة طبعا وعندها خطة موضوع وبتقيس في ضوء العام الماضي يعني بتقيس في وبناء عليه تقول لك اهلا بتوقع ان في زيادة هتحدث ادي كذا ومقدرها ادي كذا وبناء عليه بقول المخطط للمرحلة اللي جاية يساوي ادي كذا من اللترات او من الكميات بالنسبة لبنزين او السولار او البتجازة او غير او غير لكن في حاجات بتبقى خارجة عن الارادة زي ايه حضرتك زي ايه احنا الحقيقة دايما بنحب نقول ايه احنا عندنا ستة اطراف متشابكة كلها مؤثرة بنوع من انواع التأثير يعني اما تأثير وتأثر في كل الاطراف بحيث انها تؤدي في الاخر للوضع اللي انت فيه اول طرف فيها على الاطلاق هو طرف المالية وزورة المالية حضرتك النهاردة خليك قلت انا عايز ستين من الف الاطراف زي اللي تسيادتك قلت وزورة بنسبة خمسة وستين الف طن او غير اه اه ده بس عشان تغطية حضرتك شهر ابريل لا دي زيادة حضرتك دي زيادة دي زيادة دي زيادة دي زيادة لتغطية احتياجات ابريل لكن هو الاحتياجات الطبيعية للمواد البتورية ككل حوالي واحد وواحد من عشرة مليار جنيه كل دولار كل شهر كل شهر واحد واحد من عشرة مليار بوقع خمسة وثلاثين مليون دولار يوميا دي احتياجات او احتياجات البلد من المواد البتورية ككل بنزين سولار بوتجاز مين اللي يدبر الاحتياجات دي جزئين الهيئة بالمواردة البلدات الذاتية بيتدبر حوالي من خمسين الستين في المية من الاحتياجات الخمسين الاربعين في المية التانين بيتدبرهم او تتدبرهم من باب الدعم طيب ماذا لو بجارة المالية لم تستطع ان تقدم الدعم المطلوب لهذه المواد البتورية الطبيعي ليس هيبقى عندك مواد البتورية هيحصل فيها عاجزة 40 في المية طيب انت النهاردة السيناريوهات اللي موجودة في البلد ايه؟ إنه فيه الخفاظ زي ما نسيادتك قلت فيه مستوى الاحتياطي اللي موجود. طب الدولة المفروض تجيب منين؟ حاجة من اتنين. إما يكون عندها واردات وإيرادات داخلية عشان تغزي الخزانة وبالتالي تقدر تطفع الالتزامات اللي عليها. يا إما تستليم. يا إما تسحب من النقد الاحتياطي. دول ثلاث حلول قدام الدولة. طب إيه الحل الأسهل إن أنا أسحب ده بيفصل لحضرتك. ليه إحنا نزلنا من الأكثر من 34 مليار اللي كانت بعد الثورة لغاية الـ 15 واحد من 10 اللي تم الإعلان عنها في نهاية مارس الماضي. الكلام ده ليه؟ لأنك إنت مضطر إنك تسحب منها لإنه ما عندكش عائلة إنتاج، ما عندكش تصدير، ما عندكش سياحة، ما عندكش دخل بيرفق مع عائدات المواصلين في الخارج. كل الحاجات دي بتؤدي لتقليص كمية الموارد. طب أنا رجع تاني لنفس النقطة أقول إن المالية عليها دور في هذه المنظومة. المالية دورها الرئيسي والمحرك الرئيسي لكل الخمس أطراف اللي جاية بعد كده. رقم 2 قطاع البترول. جالوا فلوس منين؟ من المالية. هيمتدي يشتري زي ما سيادتك قريبت النهاردة أو زي ما أنت قلت الخبر. طب لو مالية ما دفعتش، إيه اللي هيحصل؟ مش هجيب. ولو ما جيبتش إيه اللي هيحصل؟ قصور في الشارع. يبقى هتصور إن المالية دفعت ووفرت. القطاع البترول عليه توفير المنتج بكافة إمكانياته أو كمياته وتوزيعه على جميع الحقيقة الجمهورية. طب أنا طلعت المنتج ورايح لكل المحافظات. كويس. هل وصل ولا ما وصلش؟ ده دور مين؟ الجهات الرقابية. عندي جهتين رقابيتين وهما دور رقم 3 ورقم 4. وزارة التموين؟ ودي حضرتك ليها من الصلاحيات إنها تعمل كل حاجة. ليه؟ لأن هي الوحيدة اللي معنات ضبطها قضائية. هو اللي يقدر ينزل يكتشف المخالفين والمهربين واللي بيسرقه واللي بيبيعه في الشارع وخلافه. بس هو الوحده مش هينفع يشتغل. لازم يكون ليه زراع. من الزراع دي؟ الدخلية اللي هي متمثلة في مباحث التموين. أصبح الاتنين دول مع بعضهم بيمثلوا عنصر واحد في الأداء. لكن هما في الحقيقة حكتين. لو النهاردة فيه رقابة بس ما فيش أمن. إذا فيه قصور أمني لازم يدي للنتيجة اللي احنا ممكن نشوفها في الشارع. في الكامل أسبوع اللي فاتوا دول أسبوعين ثلاثة اللي فاتوا بعد موضوع الأزمة. عرفنا إن وزارة الدخلية مسكت بعض المهربين لبنزات السولار. عن طريق طبعا بعد المواني. هل تفتكر ده واحد من ضمن البنود؟ اللي بتخلي الناس وقفة طوابير بالساعات؟ يعني قد يؤدي إلى النتيجة اللي احنا فيها بس فين؟ في المدن السحلية فقط بمعنى. يعني المواني النهاردة أنا لما هرب على الميناء ههرب منين؟ الطبيعي هرب في مكان في ميناء. يا إما سويس يا إما دومياط يا إما إسكندرية مثلا. طب التلاثة أماكن دولتهم ومعروف إن في ناس نفوسهم ضعيفة وممكن يعملوا كده. المفروض أن نعمل إيه؟ الطبيعي إن أنا أحكم الرقابة والسيطرة على هذه المنطقة عشان نعمل عن تهريب. لو كان حتى بيمثل إن شاء الله عشرة في المية. طب ماذا عن بقيت التسعين في المية؟ هل باقي المحافظات عندها مواني عشان نقول منها بتهرب؟ لا. ده جزء هنا وبقية الأجزاء الثانية في قصور في المنتج. نعم. ما وصلش بالشكل الكافي اللي بيؤدي إلى حالة استقرار في السوق. نعم. أرجع ثاني للبند رقم خمسة. وهو المحطات التموين. المحطات التموين اللي هم المنتسبين للشعب عندنا. وولد إن يكون فيهم الصالح وولد إن يكون فيهم الطالح. زي أي حاجة في الدنيا. فيها كويس وفيها الوحش. في بعض مع صحاب المحطات. ممكن يعني الفجوة السعرية اللي موجودة غير عادية. لما يكون الحاجة 8 جنيه و 10 سعر اللي هو لتر السولر. وفيه فرصة قدامه إن يبعها بـ 4 جنيه و 3 جنيه وهكذا. تفتكر اللي هيعمل إيه لهو نفسيته ضعيفة ومريضة. الطبيع إنه هيلجأ لهذا الموضوع عشان يعمل ربح سريع. وده إحنا يقولك إحنا في صورة وحالة كسور أمنة وعند ديناش ومعند ديناش. ففرصة إنه هو يضغط ويبطي يبيع في السوق عشان يترابح من مرة هذا الموضوع. ناخد اللوانصر الأخير وده المؤثر وهو المواطن. نعم. المواطن هو المحرك الرئيسي في الموضوع ده كله. ليه؟ الخمسة دول بيشتغلوا عشان المواطن. صح. طب المواطن بيعمل إيه؟ هتلاقي فيه عندنا برضو كلنا مشاركين بنفس المستوى في اللي وحنا فيه دلوقتي. يا إما ما عندوش ترشيد استهلاك. يا إما بياخد أكتر من احتياجاته. يا إما بيخزن أكتر من اللازم في البيوت وفي الأماكن. ما تلاقيش عربية النهاردة ماشية من غير معها جاركن واتنين وهكذا. كل العربيات اللي ماشية ملحاب لكده جاركن من وراء النص النقل والنقل. ليه؟ لأنه هو خايف ما يلاقيش في محافظته. فبيجي يملأ من القاهرة على قد ما يقدر. وده ناتج ليه؟ نعم. لفقدان الثقة المتوفر لدى المواطنين تجاه الحكومة. من تصريحاته وإجراءاته. ما تقول لك أنا مش ضامن بكرة هعمليه. فانالحق أخذ اللي أنا عايزه. دكتور السولار بيخش أو بيمول العربيات النقل اللي ممكن تودينا الخضار، الفكهة، الأكل، الشغل، بيودينا الشغل، نقل ومواصلات. يعني معنى أن السولار ينقص معناها أن تقريبا حركة البلد ممكن تقف. مش بس النقل والمواصلات. التصنيع. التصنيع كمان طبعا مية في المية. أنا قصدي أنه مجرد السولار يبقى ناقص معناه أنه في شلل في البلد. يعني دي حاجة مهمة جدا لمصر. صندوق النقد الدولي كل ما بيجي يقول لك يا جماعة أنتو بتدوا دعم للبنزين والسولار بشكل كبير جدا ما بيستنفعش بي لا ينتفع بهذا الدعم سوى اللي هو مستوهم العالي. إنما الإنسان المصري البسيط ما بيستفدش بهذا الدعم. طيب اسمح يا حضرتك. هل تكمل حاجة؟ لا تفضل. تعليق حضرتك إيه على الموضوع ده. مش ده المفروض يبقى واحد من ضمن الحلول. هو بس عشان نبقى منطقيين. اللي ما يرسلش يعني بيستفيد منه فئة معينة من الناس ده البنزين. لأنهما اللي معهم العربية. لكن السواد الأعظم بيستعمل مواصلات النقل. وبالتالي الدعم بالنسبة للسولار ده أساسي. لكن بالبنزين الحقيقة أنا أشتغي مبرر لدعم البنزين. بالحجم اللي احنا فيه السولار بيدعم بحوالي 50 مليار جنيه سنويا. هذا الرقم ضخم. البنزين حوالي 18 مليار في حدود دي. السولار أكتر بكتير. ما تقدرش تجي جنبي. ليه؟ لأنه هيقدر أو هيسبب أنه يرفع كل حاجة. مواصلات هترتفع. النقلة هيرتفع كل حاجة. النهاردة هذيك المصانع كلها. مش ده عنصر مؤثر في جوة الصناعات. النهاردة مولدات المصانع بتشتغل بإيه؟ بالسولار. أي حاجة بتشتغل بالسولار. السولار ده عصب. البنزين سيارات فقط. وبالتالي ممكن نقول إيه. لو أنا عندي وسيلة نقل جماعي محترمة. ويتفي باحتياجات المصريين أو الأدميين اللي موجودين فيها. ممكن نهاردة تستغل عن عربيتك. تبتنزل تشوف الإشارة عاملة إزاي. تلاقي كل واحد تلك في عربية. واحد 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 واحد. لو الوحايد دي كلهم تلموا ليك بمواصلة. محترمة. مكيفة فيها كل المواصفات. هقدرها خزن العربية دي في بيوتها أو في أماكنها. وتخرج للضرورة قصوى. والبي. الناس بتتحرك زي أي بلد متحضر. بتعمل الكندوة ما بتنزلش في العربية. وانت شخص الوحدك. عشان تروح من هنا لهنا عشان تشوف شغلك. وبتقعد في الطريق قد إيه. وبتستنفذ طاقة. من عبارة عن موات بترولية قد إيه. شوف الصيف احنا داخلنا على الصيف. شوف المحور ده هيبقى شكله إيه. المحور باستمرار دائما وابدا واقف. بياخد فيه ساعات عشان الناس تتحرك. ستة حارات رايح وستة حارات جاي واقفين باستمرار. في المنطقة اللي هي من بعد ما تطلع من الكارتة لغاية من دان لبنان. كمية الطاقة اللي بتتحرق في الوقت ده غير عادية. وده مدعوم. طب انتنا ليه النهاردة بتعمل الكلام ده؟ المفروض تغير ثقافة المجتمع. وانحنا لسه بنقول. ان هو البند الأخير اللي هو الفرد. ثقافة المجتمع اعتجاه التعامل مع الاختناقات وبالأزمات مختلفة. النهاردة لو احنا قلنا ان بكرة سكر بعشرة جنيه. ايه اللي هيحصل؟ كل واحدة لو طال شوال سكر هيغطو. نعم. لانه مش ضامن بكرة في ايه. ويلحق يخزن على الدمية ده. طب لو احنا النهاردة اطلقنا الموضوع. وقلنا كل حاجة موجودة ومتاحة. بس بالسعر المنطقي اللي يدي امكانية للدولة انها تشتري اللي هي عايزها من بره. ايه اللي يمنع احنا نعمل الكلام ده؟ ومنجيش ناحية السولر مثلا. او نقرب عليه على استحياء. لكن البنزين طبعا فيه ناس هيزعالوا يقولك. انت كبان عايز ترفع علينا البنزين. البنزين ده حالة خاصة. لكن مش كل الناس بتستعمل العربيات. صحيح في اربعة مليون عربية. بس انت عندك خمسة وتمئين وتسعين مليون واحد. السولر ده داخل في كل حاجة. في الري. في الزراعة. في الميكانة الزراعية. داخل في النقل. في المواصلات. في المصانع. كل ما تتخليق. وجهة نظر حضرتك دكتور. انك انت الدعم الخاص بالسولر. ما نقدرش نتقرب له. يعني على استحياء. في الوقت الحالي. المرحلة اللي تقليل علينا فيها. انما اللي ممكن نقرب له هو الدعم الخاص بالبنزين. بالبنزين طبعا. بالبنزين طبعا يعني. طيب. ايه البنود من ضمن البنود الأساسية برضو. اللي بتخلينا نضطر ان احنا نسحب من. من الاحتياط اللي عندنا. غير البنزين والسولار. المواد البدرولية. متجاز. متجاز طبعا. انت خمسين في المية على الأقل. في الصيف. بتستوردها من الخارج. متوسطه حوالي ألف دولار للطن غاز. بموقع كل طن غاز بيساوي ثمانين استوانة منزلية. تكلفتهم حوالي ستة آلاف جنيه. فقط. من غير تعبئة وتصنيع وخلافها. كل يوم. الاستوانة اللي واحدة اللي بتطلع في البيوت دي. تكلفتها حوالي سبعين جنيه. سبعين جنيه. سبعين جنيه. بتبقى حالك بكام. اي رقم هتقوله. باثنين جنيه ونصب خمسة جنيه. بعشرة جنيه. برضو مش هتوصل للسعر اللي هو فرق الدعم. وبالتالي اتنين وعشرين مليار اللي بتروح للمتجاز. ماذا لو توسعت في شبكات الغاز الطبيعي. نعم. يعني ايه اللي يمنع اننا النهاردة. انا كده كده بحرق كل سنة اتنين وعشرين مليار. تحت بقى للمتجاز. لو انا خدت منهم ربعهم. خمسة مليار. خمسة ونص. وزودت عدد الشركات العاملة. في مجال تمديد الغاز الطبيعي للمحافظة. وليكن عندي محافظة بستة وعشرين شركة عاملة. ونعمل خطة قومية. ان احنا ننهض بالغاز الطبيعي ده. وبدل ما احنا شغالين بمعدلات خمسمائة ألف شقة. او ستمائة ألف. واقصاها سبعمائة ألف. زي ما بيطلع في الاليانات الخاصة بقطاع البترول. نعم. ايه اللي يمنع ان انا اشتغل النهاردة باربعة مليون شقة. وانا عندي اتناشر شركة اللي بشغل بيهم. لو انا خليده بستة وعشرين. ايه اللي هيحصل. انا محتاج فلوس طبعا. انا اصلا بحرق فلوس. يعني صندوق النقد الدولي النهاردة بيقول. انه هيقدم تلاتة أو اتنين من العشرة مليار. وعليها تفاوض وعليها وعليها وعليها. التلاتة أو اتنين من العشرة دول مش هيقدوك ثلاث تشهر مواد بتروليت. احنا قلنا في الاول ان احنا بنستهلك واحد واحد من عشرة مليار دولار شهريا. يبقى الثلاثة دول هيقدوك هم ثلاث تشهر. طبعا. احنا نستفيد بالقصة دي. نعمل بنية تحتية او اساسية من الغاز الطبيعي. ونمدد على الاقل لمدن المحافظات الكبرى. او مدن المراكز الكبرى في كل المحافظات. في اللحظة دي. انا نهاردة هشتغل على الكرة والنجوع. والاماكن من الصعوبة ان انا اوصل لموضوع الغاز الطبيعي فيها. وابتدي اخفف الاعباء. واخفف الحمل بالنسبة لموضوع الغاز. طيب. دلوقتي. حضرية قلت لي انه الغاز والسولار والبنزين. هو من اهم البنود اللي بتخلينا نضطر. ان احنا نسحب من الاحتياطي. لا انا مقدرش اقول القصة دي ليه. لان هي دي عنصر مؤسسة. هو دعم. الدعم ده بيجي من ايه. انا قلت. يعني في الاخر احنا بنسحب من ايه. اه بنسحب. ما هو ما هو بنسحب من الاحتياطي. ليه لان احنا ما عندناش موارد. زي ما كنا في الاول. ما بقاش في موارد للسياحة. ما بقاش في موارد العائدات المصيرين بالخارج. ما فيه ضعفة في الانتاج والصادرات. كل العناصر دي بتؤثر. ونتيجة في الاخر انك انت مضطر. لانك تلجأ للنقد الاجنابي او الاحتياطي العام بتاعك. الحل ايه. الحل الشغل. الاستقرار. الامن. النهاردة كل الحاجات دي علاقة مع بند واحد رئيسي. الامن. لو انت النهاردة يعني فيه دايما زملاء بيحبوا يستعملوا كلمة الانفلات الامن. وحتى الاعلام. بيستعمل كلمة الانفلات الامن. ودي الحقيقة. اعتقد ان يعني فيها شيء من الخلطة. ان هي مش انفلات. هي قصور امن. ليه. لان الامن موجود. سد وصباط موجودين. مديرات الامن كلها شغالة. كل الناس موجودين. المشكلة فيه. انه بيقديش بالشكل المرضي اللي احنا عايزينه. يبقى ده في الحالة دي اسمه قصور امني. مش انفلات. ان الانفلات معناه. انه بيش امن من اساسه. ويبقى فيه قصة بقى حرب اهلية. والبقاء للأقوى. والبقاء للاصلح. والحاجات اللي ستكعرف. لكن عشان بقى فيه امن. وفيه ضابط مرور وايب بر. وفيه عساكر موجودة. وفيه اسام. وفيه كل حاجة. طب المشكلة فين. المشكلة ان هما بيقدوش الاداء المطلوب. هما بيحاولوا. في الوقت الحالي. احنا علينا دور. الجمواطين ان احنا نساعد. ونمتدي. يعني نفاعل القانون. القوانين كلها موجودة. قرارات الوجرية كلها موجودة. ولكنها غير مفاعلة. طب غير مفاعلة ليه؟. نظرا لقصور الامن الحاصل. في الوقت الحالي. وبالتالي اعتقد انها قصور اكتر منه انفلات. قصور في الاداء الامني. اتمنى ان هو يعني يرجع لوضعه. ان ده هيأثر بشكل مباشر. في كل حاجة حواليك. السياحة هتتأثر. الشغل بتاع حضرتك النهاردة. الانتاج هيزيد. كل الناس النهاردة عندها احجام وتخوف. انها تفتح شغل جديد. او بيزنس جديد. انه مش ضامن الدنيا فيها شكلها ايه. هل تفتكر بعد ما يحصل استقرار في رئيس الجمهورية. او اختيار رئيس الجمهورية. هل متوقع سيادتك دكتور انك انت الحياة. ان شاء الله يحصل لها استقرار شوية في الحالة السياسية. ده بتوقف على الرئيس اللي جاي. بتوقف على الرئيس اللي جاي. يعني احنا عايزين راجل حازم. 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 وحازم بلا تفريد. نعم. لا مش حازم حاجة تانية. اه اه. ما هو سيد حازم يا بسمعيل. ويقال ان هو مجدته تلعت المرسلة الأمريكية. يعني ربنا يهدي. لكننا الحقيقة بتكلم على. عايزين راجل بمعنى كلمة راجل. يقدر يفعل قانون. ينافذ قانون. يبقى مالوش صالح في اتجاه ولا اي حاجة. يبقى صالح حاجة واحدة. مصر ثم مصر ثم مصر. ده اللي ممكن ياخدنا كده مرة واحدة. بس ده اللي واحدة ومش هينفع. لازم كل المواطنين كل الافراد وكل المواطنين. وحضرتك وانا وغيري والناس كلها. لازم كل احدة دور يقضيه. لكن مش كله هيقف يتفرج بنستني. طب بنستنى بقى نشوف هيعمل ايه. ساعتها هبتدي اخدنا الخطوة. لازم دايما يبقى عندنا حاجة اسمها المبادرة. نبدأ احنا الاول ما نستناش رد الفعل. ان يحصل حاجة فنتحرك في ضقها. عشان نبتدي لدرق الخطر او درق المشاكل. ليه ما نبتديش احنا بالاول نقول مبادرة. ان احنا نعمل كذا وكذا وكذا. فين الروح اللي كانت موجودة. في ايام الثورة في اول ما بدأت. وايام الـ 18 يوم وما بعدها. والناس الجميلة اللي كنا بنشوفها في المدين. وبتدي هنا وبتنظف. الناس النهاردة يعني مش عارف. مش عارز اخش في الدجاه التاني. هو قل. يعني الحالة قل شوية بس. فيه فتور. في حالة فتور. بس غالبا الحالة هتبتدي ترتفع تاني. ده مع حراجة الصيف يعني؟ لو ما حصلش. لا يعني طبعا اكيد مع حراجة الصيف ومع انتخابات رئاسة الجمهورية. انا تمنى ان احنا نوصل لاستقرار سياسي في بلدنا. عشان فعلا زي ما حضرتك قلت احنا دخلين على مرحلة خطر. قبل ما انهي الفقرة بس. حضرتك بتأكد لي انه الاحتياط بتاعنا اللي هو خمستاشر واحد من عشرة مليار دولار. نصهم دهب. يعني منتك كده بقيت انا اقتصادي. انا بترولي. لكن الحقيقة المعلومة دي واضحة وموجودة في كل القطاعات وفي كل الأماكن. النهاردة او مالدسياتك بتصور انها عملة فلوس. لا. وما انت فين احتياطك من الذهب. ده طبيعي. عشان حضرتك بالنسبة للدنيا برا. انت فين الارشدة اللي عندك اللي بتغطي. المهلاد يكون فيه معادل نفيسة. اولها على الاطلاق البلاتين والدهب. فده طبيعي. ان يبقى عندك هذا المخزون. اشكا ما دهبش تقرب منه ولا تيجي نحيته يعني. يعني مثلا نقدر نقرب بس الحوالي سبعة. ونقرب ليه. ربنا ايهني كده ان شاء الله. خلنا ننزل من الثلاثين لدلوقتي الخمستاشر. ان شاء الله الجو هيسخن حضرتك. والناس هتقل البتجاز. ان شاء الله. وهتلاقي برضو الناس عندها تشغلها في الامتحانات. فبقاش فيه بنزين ولا سولر كتير. الناس بتستهلكه. إلا في موسم الحصاد اللي هو مدى ان شاء الله. يعني بدايته من بكرة. بالنسبة المحافظات من وجه القبلي تحديدا يعني. يعني ونزولا. مهندس دكتور مهندس حسام عرفات. رئيس الشعب العامة لمواد المترولية بالتحاد الغرف التجارية. شكرا جزيلا لحضرتك فقط. شكرا. شكرا. حضرتكو الفقرة الجاية زميلتي ريمان ضمت لينا النهاردة. وفقرة خاصة عن برنامج اسمه 25. البرنامج ده بتحمله على الموبايل. بيجيب لك كل الأخبار الموجودة في الصحف. تابعونا الفقرة الجاية.